اشتركوا في القناة في الفيديو ده احنا في الفيديو ده هنتكلم على يعني بعض النقط الرئيسية اللي لازم ان تكون عارفها اثناء او انت بترجم لكن في البداية برضو حاب ان انت تكون عارف ان احنا نزلنا بعض الحلقات بخصوص سؤال الترجمة فاتمنى تكون تابعتهم لان يعني احنا جمعنا فيهم الحلقات الاولى دي معظم القواعد اللي انت ممكن تحتاجها في سنة اولى دي الصفحة الرئيسية بتاعتنا بتاعت القناة كل اللي عليك ان انت بس هتنزل كده حاجة بسيطة هي دي سلسلة خاصة بالتعامل مع سؤال للترجمة للمرحلة السنوية دول عبارة عن تمن فيديوهات هتتفرج على تمن فيديوهات دول مع الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله تقدر ان انت تجاوب في سؤال الترجمة بمنتقة سهولة واليسر تعالوا بقى نشوف النهاردة ايه اللي معانا في الترجمة بتاعتنا عندنا عشرين قاعدة العشرين قاعدة دول اغلبهم هتلاقيهم برضو موجودين في الفيديوهات اللي انا قلت عليهم وشرحينهم طبعا بامثلة وشرحينهم بطريقة افضل لكن برضو هنمشي عليهم كده واحدة واحدة لكن في البداية انا عندي ك الترجمة لازم تكون عارف كم كلمات كويس انت مش هتترجم من لغة للغة وانت متعرفش كلمات فيعني من اساسيات الترجمة ان انت تكون حافظ كم كلمات كويسة تاني حاجة ان الترجمة برضو بتحتاج شخص عائل شخص بيعرف ان امتى الكلمة دي تكون بالمعنى ده وامتى تكون بالمعنى ده كلمة ترين كلمة ترين ممكن تيجي بمعنى يدرب وممكن تيجي بمعنى قطر امتى ترجمها بمعنى يدرب وامتى ترجمها بمعنى قطر تمام وهكذا بقى في كلمات كتير جدا جدا من اللي هي بتكون ليها اكتر من معنى تمام فاحنا عايزين نكون حافظين كلمات كتير وده تعمله خلال الترم بتاعك ان انت تحفظ كل الكلمات اللي عليك وخلال فترة الاجازة ان انت تحاول تحفظ اكتر الكلمات استخداما في اللغة ده هيسايل عليك ان شاء الله في سؤال الترجمة في خلال التلات سنين بتوع السنوية تمام بعد كده بقى ودي حاجة مهمة جدا ان انت تكون شاطر برضو في القواعد دي ان القواعد دي هي اللي من خلالها هتعرف تترجم من عربي لانجليزي ومن انجليزي لعربي اول قاعدة عندنا بيقول حدد زمن الجملة يعني هل الجملة دي في المدارع ام ماضي ام مستقبل وقلنا في الفيديوهات التمانية ان ساعات الجملة بتكون فيها مزيج من الازمنة يعني بتكون عبارة عن جزء في الماضي مثلا وجزء في المدارع جزء في الماضي وجزء في المستقبل وهكذا فانت لازم تحدد كل جزء علشان على اساسه تقدر ان انت تترجم طبعا تجنب الترجمة الحرفية يعني مش حط كلمات كده جنب بعض طبعا مش هتدي اي معنى لا انت بترجم الترجمة هو فن توصيل المعنى فن توصيل المعنى يعني حتى لو انت في كلمة حاسس ان انت مش عارف المعنى بتاعها حاول تشوف اقرب معنى لها حاول تشوف اقرب معنى لها تمام دايما الصفة تأتي قبل الاسم وكنا تكلمنا على الموضوع ده برضو في الحلقات بتاعتنا والظرف بيجي بعد الفعل طبعا العلامة بتاعت الظرف انه بيكون اخره الواي بيكون اخره الواي طبعا معدها الحالات الشزة اذا كان النص المرات ترجمته مكتوبا بلغة المبني للمجهول المبني للمجهول درسناه الترم ده في الجرامر يفضل استخدام لغة المبني للمعلوم يعني لما نيجي انترجمه انترجمه للمبني للمعلوم اداة النصب انة ليس لها مكان عند الترجمة الى الانجليزية يعني لو عندي جملة عربي بيقولي ترجمها الانجليزي وعندي كلمة أن فيها دي خلاص دي كده بشعبت عليها ولا كانها موجودة رقم 6 الدمائر المستطرة في العربية يعني زي ما بيقولك دمير مستطر تقديره وهو دمير مستطر تقديره وهي تقديره هي والحاجات دي طبعا ده في العربي تمام لكن في الإنجليزي لأ في الإنجليزي لازم نظهر كل دمير كل حاجة يعني بنقولها لازم أن تكون موجودة لام التعليل تترجم إلى حاجة من ثلاثة وكنا أخذناها برضو مع بعض in order to والأكتر استخداما طبعا الاكتر استخداما هي الضمير المضاف إلى فعل الضمير الحيطة دي مهمة وكنا الحمد لله برضو شرحناها وزي ما قلت لكم الناس اللي شايفت التمن حلقات كويس يعني بتركيز كده هيتلاقوا نفسكم عارفين يعني جزء كبير جدا من العشرين قعدة دول هنا بيقولنا الدمير المضاف إلى فعل يترجم إلى ضمير مفاول ضمير مفاول خلي بالك ضمير مفاول مهمة جدا وكنا عملالنا لها فيديو برضو لو انت حابب ان انت تشوفه ممكن تقول لي فيه التعليقات اما الضمير المضاف إلى اسم إلى اسم مش فعل ده يترجم إلى صفة ملكية إلى صفة ملكية اللي هي تمام؟ يعني مثلا شنطتها شنطتها يبقى هير باج شنطتها يبقى هير باج اتفقنا يا شباب؟ تمام؟ يبقى الدمير المضاف إلى فعل بيترجم إلى ضمير مفاول أما إلى اسم يترجم إلى صفة ملكية الأسماء المعناوية لا تأخذ ذا الأسماء المعناوية لا تأخذ ذا مثلا الحب زي مثلا الحب ده من أكتر الحاجات المشهورة اللي بتيجي بردو كتير الأسماء التي لا تجمع اللي هو كان موضوع اللي هي تلغت لكن هتكون معنا في المراجعة إن شاء الله علشان نغطي الجرامر بتاعها ده لأنه طبعا من الحاجات المهمة جدا لا تأخذ أداة المعرفة ولا تأخذ أداة النكرة كمان تمام؟ يبقى مفهاش ولا أداة معرفة ولا أداة نكرة لما بلاقي حرف السين أو كلمة سوفة برضو على طول بترجمهم إلى زمن المستقبل البسيط اللي هو will والمصدر will والإنفنتف لقد زائد فعل ماضي طبعا ده بيترجم إلى إشارة تدل على الماضي البسيط تترجم إلى ماضيه بسيط لقد طبعا لما يكون في إشارة إلى إيه تدل على الماضي البسيط يعني إيه إشارة؟ يعني مثلا يقولك يستردي يقولك كلمة يستردي يقولك مثلا in مثلا 1995 95 اللي هي in وسنة في الماضي يبقى دي علامة من العلامات اللي بتدل على زمن الماضي البسيط عشان كده هستخدم الماضي البسيط طيب إفرد ما فيش دي وما فيش يستردي وما فيش أي علامة تدل على الماضي ولقيت لقد وفعل في الماضي يبقى هنترجم إلى مدارة تايم حتى دي برضو مهمة جدا جدا أما هنا بقى قد وفعل مدارة قد وفعل مدارة فإن ذلك يدل على الاحتمال قد يحدث قد يحدث قد يلعب تمام فإن هنستخدم مي أما لن وفعل مدارة يقابله في الانجليزية مستقبل بسيط لكن منفي مستقبل بسيط اللي هو إيه اللي هو برضو ولو المصدر لكن منفي لكن منفي يعني لن يلعب لن يلعب دي اللي هو مش هيلعب دلوقتي ومش هيلعب بعد كده تمام لم وفعل مدارة يقابله في الانجليزية ماضي بسيط لم يلعب يعني ملعبش قبل كده لم يلعب يعني ملعبش قبل كده اما لن يلعب يعني مش هيلعب ايه بعد كده اما كان وفعل مدارة طبعا دي ماضي مستمر تمام كان يلعب مثلا كان عمال بيلعب يبقى ماضي مستمر كان زائد قد زائد فعل ماضي دي بيقابلها الماضي التام الماضي التام كان زائد فعل مدارة كان زائد فعل مدارع يقابلها في الانجليزية الماضي البسيط اذا يدل على عادة في الماضي يعني هي في الطبيعي بيقابلها الماضي المستمر لكن لو كان لو كنا بنتكلم على عادة في الماضي يعني مثلا كان بيصحى الصبح بدري يغسل وشو الحاجات دي اللي هو حاجة عادة في الماضي كانت بتحصل على طول فطبعا العادات بنستخدم فيها الماضي البسيط يبقى زي ما شفته لازم برضو تكون عارف كل زمن ايه استخداماته علشان تقدر ان انت وانت بتترجم تقدر ترجم الترجمة مصبوطة دلوقتي بقى تعالوا ما نشوف بعض الجمل كده مترجمة وبعد كده هنشوف امثالة مش محلولة احنا هنحلها مع بعض freedom is considered انها بيقول لنا translate into Arabic ترجم للعربية يعني وخلي بالك في حاجة برضو هو هنا ما قالهاش يعني في العشرين لكن احنا هنقولها دلوقتي وكنا قلناها برضو في التمن حلقات اللي فاتوا ان من انجليزي لعربي بحاول على قدر الامكان ان انا اعمل جملة فعلية جملة فعلية طبعا احيانا ما بيكونش الموضوع ده متاح لكن بحاول قدر الامكان لو الموضوع متاح ان نعمل جملة فعلية لما اجي ترجم من عربي الانجليزي بعمل جملة خبرية يعني بتبدأ بفعل ثم فعل ثم باقي الجملة تمام طبعا ده لو ما كانتش الجملة اصلا امرية مثلا في العربي هنا طبعا انا اول حاجة بفكر فيها ان انا عندي هنا is is اللي هو verb to be احنا عارفين في التمن حلقات اللي انا نصحتكم تشوفوهم ان verb to be مش بيترجم مش بيترجم بالشكل او بالمعنى الحرف اللي هو يكون لا بنحاول نجيب له اقرب معنى او معنى مناسب زي مثلا تعتبر is considered يبقى تعتبر اللي اتنين دول على بعضهم يبقى ايه تعتبر ايه اللي بتعتبر طبعا انا كده بدأت بجملة فعلية تعتبر الحرية وبعد كده ببدأ اكمل بقى عادي جدا بالترتيب بتاع الجملة واحدة من المطالب الرئيسية لكل الشعوب في كل انحاء العالم وهتلاقوا حتى هنا ان ما فيش اي كلمات صعبة فيها هنا بيقول لنا time is the most important thing in our life therefore we should spend our spare time in a useful way to succeed in life هنا بقى هنبدأ بايه هنبدأ برضو بالوقت هو اهم شيء في حياتنا وكنا ممكن نقول برضو يعد الوقت يعد الوقت لو انا عايز ابدأ بجملة برضو تكون مثلا جملة فعلية يعد الوقت هو اهم شيء في حياتنا ولذلك ولذلك اللي هي therefore دي مهمة برضو نعرفها ليا معنى لذلك ويشود جيبت الكرار كتير جدا ويشود يبقى يجب علينا يجب علينا ايه بقى spend hour spare time spare time اللي هو وقت الفراغ يبقى يجب علينا قضاء وقت فراغنا خلي بالك هنا بيقول لنا hour hour spare time واحنا عرفنا ان hour لما تيجي او عرفنا بقى لما يكون عندنا اسم وفي ضمير متصل بيه بعمل ايه بعمل صفة الملكية وبعد كده النون لسا ايلين الجملة دي من شوية او لسا ايلين ملحوظة دي من شوية لما يكون عندنا اسم مرتبط بضمير بشوف صفة ملكية وبعد كده هشوف النون اللي معيها لكن المرة دي هجاة معكوسة بقى من انجليزي العربي in a useful way يعني بطريقة مفيدة to succeed لكي لكي اللي هي ايه برضو فيها زي لام التعليل to succeed in life او دي مش لام التعليل مش عارف في العربي بصراحة انا في النحو مش قد كده لكن to succeed اللي هو ايه علشان علشان انجح في حياتي تمام وبرضو دي بتكرر كتير جدا حتة to دي وهكذا بقى عندنا طبعا حاجات كتير جدا فدول محلولين فاسبهم ليكم ان انتو تقرؤهم لكن ركز بس على الحتة اللي انا قلت قالك دي ان لما تكون عندك جملة انجليزي وهتبدأ انت بعربي حاول تبدأ بجملة فعلية علشان المدرسين يعني ده بالنسبة لهم بيكون حاجة كبيرة جدا وبيهتموا بيها طيب لما يكون عندنا بقى جملة عربي وهو حولها الانجليزي لا بعمل العكس وببدأ بالفاعل بشوف الفاعل اللي عندي وابدأ به يجب على المواطنين ان يتعاونوا مع الحكومة للقضاء على الارهاب والتطرف لانها من الاشياء التي تعاوكها تقدم اي دولة هنا مين اللي يجب عليهم المواطنين يبقى مين الفاعل بتاعنا المواطنين يبقى هبدأ بمين ما لهم بقى يجب عليهم يبقى should cooperate ان هم يتعاونوا مع مين with the government مع الحكومة للقضاء دي to overcome to overcome برضو اللامة هي terrorism اللي هي الارهاب and extremism اللي هي التطرف كلمة ممكن غريبة شوية فياريت ان احنا برضو نحفظها because they are things that hinder the progress of any nation يعني هي الاشياء اللي بتاعوك اي تقدم اي دولة تمام وهكذا بقى في فاقي الحاجات زي ما انت شايف كده هتبص تلاقي دايما الجملة مثلا على كل فرض في مجتمعنا مين اللي عليه كل فرض في مجتمعنا يعني ايه كل فرض بقى everyone in our society دايما بتبدأ بايه تبدأ بفاعل Egypt developing the underground water we should دايما بتبدأ بفاعل يبقى خلي بالك من الحتة دي يعني هنا بيقول يجب ان نعمل جميعا هو مين مين اللي يجب عليهم مين اللي يجب عليهم هتلاقي نفسك في العربي هتقولي ده ضمير مستطر تقديره ونحنه تمام ده في العربي لكن انا قلتلك بقى ان ما فيش ضمير مستطر في الانجليزي فهنقول we should all work hard in all fields so that Egypt will become one of the most developed and prosperous countries يعني عشان مصر تبقى من اكتر الدول تقدما وازدهورا تعالوا بقى ما نكمل كده برضو نفس الكلام اللي قلنا بقى ونشوف دلوقتي امثلة مش محلولة وطبعا دي اللي تمكم احنا هنحل خمسة هم عشر عشان ما يكونش كتير بس في الوقت فهنحل خمسة ونسيب خمسة هنا بيقول international sport encourages peace and understanding among the world people of different cultures يعني من مختلف الثقافات فهنشوف دلوقتي اول حاجة انا هحول من انجليزي لعربي يبقى جملة فعلية فهنا هقول ايه هقول تشجع الرياضة ليه علشان هنا الفعل بتاعي اللي هو التشجيه ده يبقى تشجع الرياضة الدولية اللي هي الانترناشنال سبورت وبعد كده ببدأ بقى الجملة بتاعتي بالترتيب بتاعها عادي جدا على السلام والتفاهم طبعا peace and understanding السلام والتفاهم بين شعوب العالم بثقافاتهم المختلفة هنا بيقول لنا the government and the individuals should work together برضو هنا عندي الفعل اللي هو should work يعني هنا هبدأ برضو جملة فعلية هقول يجب على الحكومة طبعا هنا عندنا should يعني يجب يبقى يجب على الحكومة والاشخاص ايه بقى العمل معا ان هم يشتغلوا together to offer more support and help to the children with special needs يعني لكي يوفروا المزيد من الدعم والمساعدة لاطفال ذا والاحتياجات الخاصة يبقى زي ما قلتلكم من شوية كل اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نبدأ الجملة من انجليز العربي نبدأ بجملة فعلية بتجيبها ازاي بتشوف الفعل اللي عندك في الجملة وتبدأ ان انت تحطه لو لقيت verb to be بتحاول تشوف ايه انسب فعل طبعا معا دا كلمة يكون ونشان ما بيترجمش الكلمة يكون بالعرض تمام طيب تعالوا بما نكمل كده our world has become a small village due to rapid means of communications and modern means of transportation هنا بيقول لنا بقى ادي هنا our world دا الفعل ما ليش دا عابيه has become has become دي يعني ايه اصبح او عندنا هنا مدارع تايم مدارع تايم مدارع تايم يكون ممكن اقول ايه لقد اصبح لقد اصبح لقد اصبح لقد وفعل في الماضي علشان دا مدارع تايم لقد اصبح عالمنا اهو دا الفعل بقى اللي بحطه بعد كده وابدأ امشي بقى بالترتيب كده كلمات زي ما هي بالظبط قرية صغيرة نتيجة ليه due to d طبعا نتيجة لسرعة اهي to rapid to d اللي هي حرف اللام سرعة وسائل الاتصال وتقدم وسائل ايه او لتقدم وسائل المواصلات بعد كده world countries must unite and work together برضو نفس الفكرة بالظبط نفس بتاعت رقم اتنين فهتكون يجب على دول العالم ان تتحد وتعمل معن لحل المشكلات النتيجة عن الاحتباس الحراري اللي هو global warming we should care about our environment by keeping it clean and keeping it from and keeping it from being dirty or polluted برضو هنا we should طبعا مليش ده ودي ما ببدأش بيها ببدأ بايه بشد برضو يجب علينا علينا اللي هو احنا يعني ان نعتني ببيئتنا عن طريق الحفاظ عليها نظيفة وعدم جعلها ملوسة اللي هي polluted or dirty اللي هي متسخة او اعكسهم عادي جدا هسيب لكم بقى البقين برضو مفيش مشكلة هتبدأ بنفس الطريقة نفس الخطوات اللي عملتها بالزبط في الخمس اسئلة تعالوا ما نشوف النوع التاني من عربي الانجليزي هنا بيقول لنا للانشطة المدرسية والتعليم النشط دور مهم في تنمية شخصية التلاميذ وتعليمهم بطريقة افضل واسرع هنا انا ببدأ بايه انا هنا ببدأ بالفاعل هو مين اللي ليه دور مهم او مين اللي هو بيساعد او ليه دور مهم في تنمية شخصية التلاميذ طبعا دي الانشطة المدرسية والتعليم النشط يبقى هم دول اللي هبدأ بيهم فاقول ما لهم بقى ما لهم ايه 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 قصتهم دول ليهم دور زي ما انتوا شايفين هنا لو دورت مش هتلاقي فعل اصلا لكن انت لو لوحظت هتلاقي الانشطة المدرسية والتعليم النشط دور مهم كياني بقول بالزبط الانشطة المدرسية والتعليم النشط لديهم دور مهم لديهم دور مهم كده انا عرفت ايه عرفت ان انا استنتج الفعل وبرضو كنا تكلمنا على الموضوع ده في حلقة من حلقات الترجمة في تنمية شخصية التلاميذ طبعا شخصية التلاميذ وتعلمهم بطريقة افضل واسرع يجب على الحكومات مين اللي يجب عليهم الحكومات الحكوماتي بقى هي دي اللي هابدأ بها برضو جوفرنمينت مست وبعد كده الفعل في المصدر مست والفعل في المصدر يجب علي الحكومات أن تزيد يبقى ده الفعل بتاعهم مست انكريز تزيد ايه انتاج الطهام فود بروداكشن لوضع حد لمشكلة الجوة تو اند هانجر هانجر طبعا الجوة اراوند زورد بعد كده يجب ان نتحد ونقف انا هنخش على نجي على الرابع على طول ان موارات الكمبيوتر والتمكن من اللغات الاجنبية لا غنى عنها للحصول على وظيفة جيدة في الوقت الحالي تمام هساب لكم رقم 3 حلو عنكم ان موارات الكمبيوتر والتمكن يبقى ايه اللي انا برضو ايه الفعل بتاعي موارات الكمبيوتر والتمكن من اللغات الاجنبية تمامي هم دول برضو اللي هابدأ بيهم computer skills and fluency in foreign languages يعني المهارات الكمبيوتر واللغات الاجنبية دي كانت الفعل بتاعي عشان كده بدأت بيهم ما لهم بقى هنا برضو مش هتلاقي فعل ايه هنا الفعل بتاعت لان لابسك بتقول ان مهارات الكمبيوتر والتمكن من اللغات الاجنبية بيكونوا لاغنى عنها بيكونوا لاغنى عنهم يعني في ايه للحصول على وظيفة جيدة لكن عشان احنا ما فيش بيكونوا ما بنترجمهاش فهنا انا هضيفها بقى لما كنترجم الانجليزي فحط ايه or are indispensable for a good job right now في الوقت الحالي تمام بعد كده رقم خمسة من المعروف أنه بدون نهر النيل لن يكون لدينا المياه الكافية لرأي أراضينا الزراعية لذلك يجب الحفاظ على مياه النيل نظيفة من المعروف أنه بدون نهر النيل هنا بقى مختلفة شوية ان احنا عندنا بعض الجمل كده بتكون في البداية زي مثلا من المعروف أنه من المعروف أنه دي بنترجمة في البداية إيه بعد ذات بيبدأ جملة كاملة بعد ذات بيكون جملة كاملة بدون نهر النيل لن يكون لدينا المياه الكافية لن وفعل فيه ها فاكرين لن وفعل في المدارة بتساوي بالزبط إيه بتساوي بالزبط الول والمصدر لكن منفية ول والمصدر لكن منفية برضو كانت في العشرين كعدة اللي خدناهم في بداية الحلقة بعد كده اخر واحدة ان زيادة الانتاج اصبحت واجبا وطنيا حتى يمكننا من واجهة مشكلة زايد السكان والبطالة في مصر برضو نفس الفكرة بالزبط عندنا هنا زيادة الانتاج هي اللي هابدأ بيها مالها هنا مفيش برضو أو هنا عندنا أصبح أصبح دي اللي هي هاز أو هاف عندنا الفاعل هنا طبعا مفرد فهياخد هاز يبقى هاز become a national duty so that we can face the problem of increasing population and unemployment in Egypt تمام كده حلينا برضو خمس خمس أمثلة من العشرة وهسيب لكم انتو الخمسة الباقيين ولو حد واجهوا أي مشكلة ممكن اكتب لي رقم السؤال في تعليق وان شاء الله هساعده فيه واردله عليه كده نكون خلصنا اول 3 حلقات في المراجعة النهائية بتاعتنا ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون المراجعة التانية بقى بعد كده بإذن الله هنحل بقى امتحنات كاملة لحد يوم الاعمتحان اشوفكم على خير ان شاء الله لو عجبكم الفيديو اتمنى هو على ش với you تعملوا شير علشان يوصل لباقي الناس على الفيسبوك لو لسه مش مشتركين في القناة اتمنى تشتركوا معنا شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة